هاي كيف كن؟ ارجعنا لكم بفيديو جديد هو طريق التحضير الكوسة باللبن المكونات للحشوة كل كليين كوصة بدو كيلو لحمة بصل اضبط كن تحطوه في الفول و ملاح الكمية حسب الرغبة منبلش بحفر الكوسة بنا ننتبه كتير منيح و رحنا عم نحفرها متل ما شايفين بالفيديو وهيدي الحشوة في كنت عملوا منا لدينا لب الكوسة الفيديو تحت بصندوق الوصف و هلأ منحضر حشوة الكوسة اول شي منحضر مباتئ بعدها منضيف اللحمة منضيف هلأ الملح والفلفل منضيف البصل منبلش منقلب باللحمة احلى متحتراق لحتى يتغير لونه وهيك بتكون جهزة اللحمة بتكون هلأ جاهزة لنحشية بقلب الكوسة منضيف الزيت النباتة واكيد بنحط الكوسة و منبلش نقليهم منقلب الكوسة احلى ما يحترقوا على وجهم التانى منشيل الكوسة وقتا يتغير لونه من صفيه من الزيت و هلأ المكونات لتحضير اللبن تعول الكوسة و هلأ المكونات ثلاث معالق اكبار من النشا ماي كل كليان كوسة بدو كليان لبن و بيضة اول شي منضيف الثلاث معالق اكبار من النشا مع الماي و منخلطه منيح منصفي اللبن مع النشا بعدا منضيف الملح و البيضة و منخلط منيح منشغل الغاز كمان و منخلط كل خمس دقايق و هلأ منضيف الكوسة وقتا يغلل اللبن و منتركهم تقريبا لعشرة دقايق منطف الغاز عليهم و هاك الكوسة بلبن بيكون جاهز و منعمل حد الكوسة رز اول شي منضيف زاد نباتة بعدا منضيف الشعيرية مننقع الرز لمدة نص ساعة بالماء و بعدا منصف الرز و كل كباية الرز بده كباية من الماء و معلقتان كبار شعيرية منضيف الماء مننطر لحتى الشعيرية تصير منضيف ملح و بعدا منضيف الرز و منطر الماء لحتى تغلى و بعدا منغطيه و كل خمس دقايق لازم نحديك الرز و منشيل الغطة وقتا يستوي الرز و هاك بيكون جاهز و هاك بيكونوا جاهزين للتقديم ما تنسوا تعملونا لايك و سبسكرايب و كمان تعملونا شعير و اذا عندكم اي سؤال تسألونا تحت بالديسكريبشن او بصندوق الوصف باي منشوفكم بالفيديو الجاي موسيقى 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 موسيقى